حقيقة أنا توقفت عند بوست كتبه وكيل الأزهر وكيل الأزهر الدكتور محمد الدوين دكتور محمد الدويني تم تعيينه وكيل للأزهر في أكتوبر 2020 وكان تم تعيينه في هذا المنصب لمدة عام وبقرار من الرئيس تم التجديد له منذ أيام في منصبه ليه توقفت قدام ما كتبه الدكتور محمد الدويني لأنه قال كلام مهم جدا قال إيه قال تعالت في وقتنا المعاصر نبرات دعوات الانسحاب والتملص من عاداتنا الشرقي بما تحمله من قيم دينية بدعوة التحرر والرقي ومواكبة الصيحات الغربي والحقيقة زي ما بيقول الدكتور الدويني أنه لا يمكن تبرير الانسلاح من قيمنا الأصيلة تحت دعاوة التقدم والانفتاح بأي حال من الأحوال فرقي المجتمعات وتقدمها يقاس بمدى الالتزام بالأخلاق جنبا إلى جنب تسخير العلوم جنبا إلى جنب تسخير العلوم في خدمة البشرية والمجتمعات الأمر الذي يجعل صناعة القدوة والنموذج الشرقي الجدير بالتقليد والتعميم حاجة ملحة ولا شك أن صناعته وصياغة مقوماته أمانة في أعناقنا سواء كان ذلك من خلالنا في المؤسسات الدينية أو من خلال رسالة الفنون والسينما وما لها من تأثير واسع في الشبئ ليه توقفت أمام ما قاله الدكتور محمد أدويني وكيل الأزهر لأننا أمام خطاب جديد وفكر جديد وحيوية جديدة وهمة جديدة من الجملة الأخيرة التي تحدث به يعني هو خطابه لما نحطه في سياقه هو خطاب متسق مع هذا الرجل العالم له دراسات مهمة جدا في مجاله وبيتكلم على أنه لأ المجتمعات ترقى بالتمسك بأخلاقها وبما تعرفت عليه خاصة أن احنا عندنا مصادر مصادر يعني أخلاقنا جاية من الدين وجاية من العرف وجاية من التقاليد فهو الدكتور أدويني بيأكد على ده لكن بيدي مساحة أنا شايف فيها بريقة أمل أنه خاصة أنه الدكتور أدويني أعتقد أنه المستقبل أمامه إن شاء الله مشرق يعني أو الطريق أمامه مفتوح أنه هو بيتكلم إيه أنه هذا الدور الدور اللي هو الحفاظ على مجتمعنا وإعادة مجتمعنا مرة أخرى إلى قواعده وأصوله اللي احنا كلنا يعني لا ننكر أهميتها أنه بيقول أنه هذا الدور نقوم به في أمؤسساتنا الدينية أو من خلال رسالة الفنون والسينما فأنا قدام هنا أحد القيادات في المؤسسة الدينية بيتكلم على ضرورة أن تقوم السينما وتقوم الفنون بدورها لقناعته بتأثير هذه الفنون على الشباب يعني هو الراجل جاي بيتكلم على أنه السينما والفنون دول لهم تأثير كبير على الشباب يبقى لازم نهتم بيهم ونستخدمهم في توصيل الرسالة يبقى أنا هنا قدام فقيه أو عالم بيتكلم على إزاي أنه أنا أوصل الخطيبين من خلال وسائل أخرى غير الوعظ أو من خلال بس خطيب المسجد لأنه ممكن يبقى فيه فيلم سينما يوصل المعنى أكتر من ألف خطيب وألف وعظ فالحقيقة أنا توقفت أمام ما قاله الدكتور الدويني ومتفائل به خيرا وأعتقد أنه إن شاء الله يكون تكون مساهمة كبيرة في حياتنا العامة وتحديدا فيما يتعلق بمسألة تجديد الخطاب يعني هذا الرجل لابد أن نشيد به ونشد على يدي ونحييه الدكتور محمد الدويني وكيل الأزهر